مرة أخرى بضيفي الدكتور خالد الهاشمة المختص في الشؤون الفضائية دكتور أسئلة كثيرة جدا نتحدث عنها اليوم إنجاز تاريخي لدولة الإمارات وإنجاز تاريخي لسلطان النيادي دعنا نؤصل للموضوع حدثنا عن المشاريع الإمارات الفضائية بداية قبل أن نصل إلى الحديث عن رحلة العودة لسلطان النيادي طبعا ما يميز البرنامج الفضائي الإماراتي هو وجود استراتيجية واضحة وأيضا خطة للتنفيذ وما نراه الحين هو تنفيذ الخطط الاستراتيجية جميل تشمل الخطة الاستراتيجية طبعا المهمات المأهولة مثل البرنامج الفضائي الإماراتي الرواد الفضاء وأيضا هناك المهمات الغير مأهولة بما تعنيه هو تصميم وتصنيع الأقمار الصناعي داخل الدولة إرسالها حول مدار الأرض وأيضا شاهدنا قبل سنوات سنتين إرسال المهمة إلى المريخ أيضا هذه غير مأهولة طبعا مسبار الأمل مسبار الأمل هذه البداية كانت في البداية نعم وبعدها الرحلة أو المهمة إلى القمر روفر راشد روفر نعم وأيضا المشروع الجديد لاستكشاف الكوكب الزهرة نعم هذه من ناحية التصنيع الأقمار الصناعية طبعا ننسأل القطاع الثاني هو القطاع الربحي مثل ياسات فيتم إطلاق أقمار الصناعية ربحية للكومنيكيشن نعم وطبعا كان هزاع المنصوري هو أول رائد فضاء إماراتي يصل إلى محطة الفضاء الدولي الدولي